أحمد دردات ماذا عن الجانب الآخر؟ هل لديك أي معلومات بعد رشقة جديدة من الصواريخ الفلسطينية باتجاه غلاف غزة؟ نعم سرمد على ما يبدو أن أضرارا حدثت تحديدا في عسقلان وهناك انباعا إصابة مباشرة لأحد المباني في المدينة أيضا قذيفة هون سقطت بالقرب من مركبات في منطقة زكيم القريبة من حدود قطاع غزة الشمالية بعد إطلاق هذه القذيفة من قطاع غزة نتحدث عن القذائف التي أطلقت هذا اليوم أن تستطيع مراوغة القبة الحددية والسقوط في مناطق مأهولة وهذا ما أشارت إليه صحيفة دعوت أحرانون بظهر هذا اليوم بأن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن فعالية ونجاعة القبة الحديدية لأنها تسجل أرقاما منخفضة بالتصدي تحديدا في المناطق المأهولة لأنه عادة في المناطق المفتوحة أو المناطق التي لا يوجد فيها سكان عادة ما تسمح القبة الحديدية لهذه الصواريخ بالسقوط في هذه المناطق ولكن العمل الإسرائيلي على تطوير فعليتها لإسقاط الصواريخ المتجهة إلى المناطق المأهولة ولكن وفقا لصحيفة دعوت أحرانون فهم يتحدثون عن أقل من نسبة 70% من التصدي والنجاح بالتصدي لهذه الصواريخ وهنا نتحدث تحديدا عن الرشقات الصاروخية الأولى التي أطلقت من قطاع غزة والتي سقطت منها صواريخ في داخل مدينة إسديروت الآن الحديث يدور عن سقوط في عسقلان وأيضا سقوط في زكيم القريبة من قطاع غزة لذلك هذا ملف مطروح ملف نجاعة القبة الحديدية لأنه عندما أطلقت أيضا الصواريخ من جنوب لبنان في السادس من أبريل الماضي باتجاه الجليل الغربي سجلت نسبة نجاعة أقل من 75% وهي بالمناسبة نسبة منخفضة مقارنة بما كان يتحدث عنه الإسرائيليون في المواجهات الماضية كانوا يتحدثون عن تصدي بنسبة تتجاوز التسعين بالمئة لذلك الجيش الإسرائيلي يحقق في نجاعة هذه القبة الحديدية من عدمه ولماذا انخفضت وتنخفض نسبة التصدي تحديدا في المناطق المأهولة حاليا مرة أخرى صافرات الإنذار تدوي في عسقلان في زكيم وفي مناطق أخرى في غلاف غزة دخلت عسقلان على خط مرمى إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بعد أن تركزت في الساعات الماضية في محيط الغلاف ولكن حاليا تطلق الصواريخ على هذه المناطق